بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أبناء طلاب الصف الأول الابتدائي بمدارس معالم التربية الأهلية أسأل الله أن يحفظكم ويرعاكم معكم في هذا العمل بإذن الله محبكم الأستاذ عبد الرحمن عبد الحي والأستاذ نبوي عثمان سنتناول في هذا الفيديو بإذن الله تعالى درس طعام ملوث وما الطعام الملوث يا أبناء هو الطعام غير نظيف مثل ماذا مثل الطعام الذي نجده عند الباع الجوالين لأنه معرض للأتربة والحشرات مثل الذباب هيا بنا الآن ننتقل إلى قراءة الدرس طعام ملوث قال المعلم هل تعلمون يا أبناء أن زميلكم محمدا يرقد في المستشفى؟ فواز لما هو في المستشفى؟ المعلم لأنه أكل طعاما ملوثا اشتراه من أحد الباعة الجوالين فأصابه ألم في بطنه صالح ما رأيك يا أستاذ أن نعود محمدا ونطمئن على صحته أحسنت يا صالح بارك الله فيك في البداية قال المعلم هل تعلمون يا أبناء أن زميلكم محمدا يرقد في المستشفى؟ ما معنى ذلك؟ يخبر المعلم الطلاب أن زميلهم محمدا مريض ويرقد في المستشفى سأل فواز لماذا يرقد في المستشفى؟ لماذا هو مريض أصلا؟ الجواب جاء من المعلم لأنه أكل طعاما ملوثا إذن يا أبنائي علينا أن لا نأكل طعاما ملوثا حتى لا يحدث لنا مثل ما حدث مع محمد ما الذي حدث مع محمد بالضبط ومن أين حصل على هذا الطعام الملوث اشتراه من أحد الباعة الجوالين ما المقصود بالباعة الجوالين؟ الباعة الجوالون هم أولئك الذين يطوفون في الشوارع ويبيعون الأطعمة في الشوارع ما النتيجة التي حدثت لمحمد بعد أن أكل هذا الطعام من الباعة الجوالين؟ أصابه ألم في بطنه ألم في بطنه سأل صالح ما رأيك يا أستاذ؟ هذا يعني يقترح صالح الآن ما رأيك يا أستاذ؟ أن نعود محمدا مهم هذه الكلمة نعود ما معنى نعود؟ طبعا كلمة نعود تأتي بمعنى نرجع وأيضا تأتي بمعنى نزور وفي هذه الجملة معناها أحسنتم نزور ما رأيك يا أستاذ؟ أن نعود محمدا يعني أن نزور محمدا نزوره في المستشفى ونطمئن على صحته فأثنى المعلم أعجب المعلم بهذه الفكرة وقال أحسنت يا صالح بارك الله فيك ننتقل الآن إلى تحليل مهارات الدرس بداية من العنوان طعام ما المهارات الموجودة في هذه الكلمة؟ تلما